وتنضم إلينا من واشنطن مراسلة التلفزيون العربي ريمة أبو حمدي للحديث عن التوقعات التي تحيط بهذا الاجتماع المرتقب أهلا بك ريمة ما هو المنتظر قبل أعلان وكلمة جيران باول من الاجتماعات التي عقدت يعني يمكن أن نقول أن الاقتصاديين في الولايات المتحدة عالم السوق والمال في الولايات المتحدة بانتظار ما يمكن أن يخرج عن هذا الاجتماع وما يمكن أن يتحدث به رئيس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على معدل الفائدة الحالي ولن يرفعه كما فعل في المرات السابقة عندما قام برفع الفائدة عشر مرات متتالية بسبب التضخم الذي وصل إلى ذروته تسعة بالمئة في الولايات المتحدة مع الأرقام التي خرجت أمس عن الاقتصاد الأمريكي والتي أشارت إلى تراجع التضخم إلى أربعة في المئة أيضا سوق الوظائف في الولايات المتحدة سجل نمو جيد حيث كان هناك 339 ألف وظيفة تم ملؤها أو شغرها في مايو الماضي وبالتالي كل هذه الأرقام كانت مشجعة للاقتصاديين في الولايات المتحدة وبالتالي يمكن أن ينعكس ذلك على قرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بهل سيبقي على الفائدة التي تتراوح الآن ما بين 5 إلى 5.5% على المستوى الفيدرالي أم سيكون هناك لربما زيادة طفيفة في هذه الفائدة التوقع أن يبقي على الفائدة ولكن كما يقول الاقتصاديون في الولايات المتحدة كمن يتوقف من ركض سريع لأخذ استراحة فقط بمعنى أن الاحتياط الفيدرالي سيبقي على معدل الفائدة كما هو متوقع ولكن هذا ليس نهاية المطاف لرفع الفائدة في حال تم تراجع الاقتصاد الأمريكي في الأيام والأسابيع المقبلة فهذا يعني أن الفائدة ستعود إلى الارتفاع أيضا هذا التوقف في رفع الفائدة سيرى الاحتياط الفيدرالي كيف سيؤثر على سوق الأعمال على سوق الأسهم الأمريكية على الأسعار للمستهلكين وفي حال كان هناك أثر إيجابي على كل هذه المعطيات فيمكن أن يبقي الاحتياط الفيدرالي على سعر الفائدة الفيدرالية عند خمسة إلى خمسة وربع في المئة وعدم زيادتها في محاولة لربما لإبقاء على تباطئ الاقتصاد وتهديئته في الولايات المتحدة شكرا جزيلا لك ليم أبو حمدي مراسط التلفزيون العربي كنت معنا من واشدن شكرا